مرحبا وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة لدينا بعض الأحداث الضخمة إيجابية وسلبية التي تحدث في الأسواق فهذه نرى ما يحدث حاليا وهذا تأثير هذا الأمر على السوق وقبل أن أكمل هذا الفيديو لا تنسى أن تضعني باللايك وتشترك بقناة التعليم وشكرا جزيلا لك قبل أن أتحدث عن ما حصل البارحة سأتحدث لكم ما سيحدث اليوم على الساعة 3 ونص بتوقيت السعودية ذكروا لدينا Core PCE Price Index Year on Year يعني الشهر الصابق حاليا لدينا توقعات سلبية بمعنى أن تضخم سيرتفع لكم لأنه يضم تضخم أسعار المستهلك وليس يأخذ بالحسبة أسعار الطاقة والبنزين والأمور المختلفة والفيدرالي يهتم جدا بهذه الأرقام والبارحة ترعو الأرقام للربع الحاضر مقارنة مع الربع السابق وردنا أن التضخم لا يزال بشكل كبير جدا كيف لا يريدنا أن نرى وعشان نخناع الفيدرالي يوقف أعماله بالربع السابق كان 4.7 والربع الحاضر نحن بـ 4.5 طبعا في انخفاض وانخفاض على حسب التوقعات ولكن ليس بالنسبة لأدى عالي للتقنع الفيدرالي يوقف عماله فلذلك نتابع أرقام اليوم ونرى بأي اتجاه سنتوجه في حالة رأينا ارتفاع الذي هو على حسب التوقعات يعرف أن هذا الأمر سلبي إيجابي للدولار وسلبي للأسهم والأمنات الرقمية وبالأسبوع القادم نبدأ بـ 31.10 سنرى نسبة الضخم لمنطقة اليورو وكما الناتج المحلي لمنطقة اليورو ذكروا اليورو إلى تأثير كبير على الدولار وارتفاع اليورو على حسب الدولار سيكون إيجابي للأسهم طبعا في 2.11 الفيدرالي حكينا عن هذا الأمر بالفيديو السابق ولكن لم نتحدث أنه في 4.11 سنرى معلومات البطالي البارحة رأينا المعطيات الأولى للبطالي رأينا أنه لدينا 3000 شخص إضافي الذي قدم طلب للبطالي في الوقت الحالي فالأعين حاليا لنسبة البطالي نفسه إلى شهر 10 والذي سيكون بـ 4.11 الآن لنشرط على تويتر هذه الخريطة للأسف هذا الأسبوع كان لدينا خمس شركات خمس شركات ضخمة جدا التي لها بصمة كبيرة جدا على S&P 500 التي هي مايكروسوفت متا جوجل أبل وأمازون وهذه الشركات للأسف فشلت تحقق أهدافها هناك وفيها لدينا خيبة أمل من قبل المستثمرين فيها والذي تظهر مثلا على سهم متا على سهم فيسبوك سابقا لدينا انخفاض بأخذ 24 ساعة الذي هو 24% 25% تقريبا حاليا السهم متا انخفضت أكثر من البيتكوين من السنة إلى القادة متا بوضعها أصعب من البيتكوين فللأسف لهذا الأمر كان فيه تأثير سلبي على الأسواق لأن المستثمرين كانوا عندهم أمال أن الوضع يتحسن ولكن يرى بقطاع التكنولوجيا الوضع لا يتحسن حسب التوقعات ولكن بغض النظر عن هذا الأمر إذا نأخذ الاقتصاد وعمون بأمريكا في أن ارتفاع بهذا الرابع مقارنة مع الرابع السابق الذي هو بـ 2.6% كبير بالنسبة لبير ماركت ترى اقتصادي تقدم بـ 2.6% ربع على ربع هذا كبير جدا ببير ماركت خصوصا لما قطاعات مختلفة التي تنضرب بالأسهم طبعا هذه الأمور عادة يكون إيجابية ولكن بما أن نحن موجودين ببير ماركت وبما أن كان هنا معطيات سلبية من هذه شركات التكنولوجيا بما أن PCE Price Index Core PCE Price Index لا تقدم بطريقة التي هي إيجابية كافية للأسواق كل هذه الأمور مع بعضها نتجت مع تذبذب عالي البارحة رفعت الأسعار رفعت ونزلت والنتيجة النهائية كانت سلبية للأسواق حاليا في أمريكا الانتظار لقرار الفيدرالي بـ 2.11 حاليا إذا نظر على الفوائد يدفعها الأمريكان لشراء العقارات قطعت نسبة الفائد 7% هذا أكبر نسبة من 10 سنين لجاي فهذا أمر كبير جدا بالنسبة للإقصاد أمر سلبي وبما أنه دخلين شوي شوي على فصل الشتاء طبعا الغاز له أهمية كبيرة جدا للتدفئة ولكن إنتاج الغاز بأمريكا كان ضعيف وما وصلش للنسبة كانت متوقعة وكنتيجة احتياط الغاز لأمريكا أقل من متوقع له بالنسبة لأهيك فترة وهذا ممكن يكون له تأثير سلبي على رفع الأسعار بالمستقبل في حال ما ما سدوش الفرق حاليا بمنطة اليورو المركزي المصرف المركزي الأوروبي قرر رفع نسبة الفائدة بـ 75 نقطة وبالنفس الوقت سمعنا على كيف مثلا بفرنسا نسبة التضخم ارتفعت بشكل كبير بشهر عشرة ووصلت بهذا شهر 6.2% مقارنته مع شهر 9 الذي كان 5.6% قفز كبير بالنسبة لتضخم بفرنسا وهي واحدة من الأكبر اقتصادات التي تأثير على منطقة اليوروب في أوروبا كنتيجة الخلطة كلياتها بما أنه وقته بمجال الصناعة بمجال الصناعة فرجوا أرقام جيدة خصوصا بالنسبة ل الناتج المحلي في أمريكا الصناعة هي التي رفعت الناتج المحلي بشكل كبير والذي سكر بالأخضر ولكن الناتج المحلي و S&P 500 تسكروا بالأحمر الناتج المحلي كان 1.63% بالأحمر و S&P 500 كان 0.61% بالأحمر من ناحية الأسواق نفسها وتسعير الأسواق لليوم كيفما شايفين بهاي لحظة التصوير التسعير أكثر للسلبية ومش للإيجابية الإيجابية الوحيدة هي للدولار باقي الأمور بالسلبية ومن تابع ما سيطلع مع Core PC Price Index لهذا اليوم لأنه هذا الأمر سيكون له تأثير كبير جدا على الأسواق اليوم كنتيجة من أسواق السندات لم يكن هناك تغيير كبير جدا كيفما شايفين تقريبا يمشي بالعرض بأي قوات ومن ناحية التجارة العالمية والشحن ونقل لم نرى تغيير بالنهاية هذا الأسبوع مقارنة مع بداية هذا الأسبوع بعد أن يمشي من نفس النسبة الهبضة و3% والدولار كيفما كان متوقع كيفما شايفين ارتفع الدولار بآخر يومين اليوم نحن نتحدث 110.9 نرى نتابع الأخبار اليوم مع Core PC Price Index في حال ارتفع التضخم أكثر الدولار يتوقع ويرتفع أكثر إذا نزل سينزل الدولار سيكون إجابة فهذا الذي نتابعه الآن سننتخل على العمل الرقمي لأنه هناك أحداث ضخمة جدا يحدث هناك التي ستحدث من تحرك السوق الآن الخبر الأكبر الذي يحدث بالأسواق هو مع شركة متداولة عامة كورسينتيفك هذه الشركة تعتبر واحدة من أكبر المعدلين شركات التعدين بأمريكا التي متداول بها ولها نسبة كبيرة من حص التعدين بأمريكا الذي يحدث للأسف أنه على وشك الانهيار والإفلاس حذر المدير التنفيذ لهذه الشركة من أنه في حال لا يمكن أن تجمع مصاري من المستثمرين الشركة ستعلن الإفلاس من هنا لآخر السنة طبعا هذا الأمر يجعل بصمة سلبية جدا على السوق في وقت الحالي والآن نتحدث حاليا على هبوط بالسعر من بداية السنة إلى اليوم الذي هو 97% تخيل 97% من قيمة السهم طارت ومحت بأخير 24 ساعة لحالها نزل بـ 70% وإذا نظر على حصتها في أمريكا هي موجودة هنا قليلا معها 1409 في محفظاتهم فممكن نرى مبيعات من طرفهم لكي نسد من النفقات التي لديهم لا نتحدث عن أرقام خيالية كما رأناها في الماضي ولكن يظل وظيفتهم كمعدنين في أمريكا وبما أن هذه الشركة هي شركة متدولة فيها بالسوق العام سيظل بصمة سلبية خصوصا أي خبر سلبي مثل 10x سلبي بدل من أن يكون عادي ومن طرف تويتر في حال ما سمعته إيلون ماسك خلصت صفقة وشارى تويتر ومن أولها سألقى المدير التنفيذي والمدراء التي تظهر من الشركة إيلون ماسك لديه خططه فنرى ما سيقوم مع تويتر بالمستقبل عملت بحث بحث مع إحصائيات أرى ما يفكره وما تفكير المستثمرين بالنسبة للعمل الرقمي سألت ما فوق ألف شركة ألف شركة مستثمرة في العالم بآسيا أوروبا أمريكا ما رأيهم بالعمل الرقمي والذي استنتجته هو كالتالي بأمريكا كان فيه ارتفاع للتبني بـ 9% يعني وصل إلى 42% من الشركات يسألوها بأوروبا وارتفاع 11% يعني وصل إلى 67% الأغلبية العظمى من الشركات يستثمروا بالعمل الرقمي من الشركات الاستثمارية يعني أمر طبعا أمر ضخم جدا فهذا ما معناه هذا معناه أنه تبني من وراء الكواليس الذين يمشي يعمل بشكل كبير جدا بول ماركت بير ماركت هذا ليس يهم الشركات يهم التقنية ويهم ما سيحدث بالمستقبل للمدى البعيد لأن هذه الشركات ليست ضارب من يوم التاني هذه الشركات معهم تقاعد الناس مع خطط الاستثمارية فإذا هذه الشركات تجيب العمل الرقمي لعملائهم هذا طبعا أمر ضخم جدا الطريق طويل عبر ما نوصل للتبني عالي جدا لأنه الذي تضح من الإحصائيات فقط الأغنياء بدخل على العمل الرقمي الناس الذين فتحون حسابات عادية وحسابات تقاعد لا يوجد النسب عالي يتحدثون بين 5% إلى 7% من الناس الذين قدوا ضيفوا عمل الرقمي على محفظاتهم ولكن بعد أن محل التوسع لهذا التبني وهذا هو الأمر الرائع بهذه الإحصائيات فبنظري هذا خبر ضخم جدا للعمل الرقمي ولمستقبل العمل الرقمي وهذا فقط سيكون لفائدتنا بالمستقبل مع بداية البول ماركت القادم العمل الرقمي هذه هي الصورة الاستحالية موجودة معنا الأخضر لا يضم بالبير ماركت وتأمل أنكم أخذتوا أرباح لأنه لكي يكون معك كاش أخضر للتعزيز بالخطوة القادمة علينا من ناحية البيتكون الصبح جربنا حد إلى 20,000 دولار حاليا داعمنا ولكن كله متعلق بأخبار اليوم مع كور بي سي برايس إذا منتطلع على الخط القادم للدعم سيكون بحدود 19,800 دولار وبعدين سيكون بحدود 19,400 وبعدين بالآخر سيكون بحدود 19,100 هذه حدود الأولى للدعم قبل أن نذهب إلى 18,000 في حال سلبية في حال شفنا إيجابية فخط المقاومة سيكون بحدود 20,800 هذه المنطقة لأخذنا الأرباح جيدة لأنه متوسط 99 يوم إذا تشاهده من بداية البيار ماركت لليوم كل مرة من جربنا نكسر هذا الخط الأبيض هو خط المتوسط 99 يوم هبطنا من تحته كل مرة كل مرة بدنا نستحوذ عليه لأن نقول في إيجابية من جديد بهذا السوق ولكن كيفما شايفين جربنا نستحوذ عليه ورفضنا وآخر هذا هو الأمر الذي يحدث معنا بالسوق الإثيريوم متشابه خط 99 يوم رفض الإثيريوم بالنسبة دائما كان يشكل خط مقاومة قوي وخط دعم قوي بما أن لا نستحوذ عليه مقاومة كبيرة من طرف هذا المتوسط النقطة القادمة للدعم سيكون منطقة 1450 والذي بعد سيكون منطقة 1380 وفي حال رأينا إيجابية المنطقة الأولى طبعا لأخدان أرباح 1600 وبعدين سنحكي على حدود 1790 بذلك المنطقة لأخدان أرباح هذا هو الوضع للأحداث التي جاء علينا وفهمتوا ما حدث بالأسواق إذا استفدتم من هذا الفيديو دعموني بلايك واشتركوا بالقناة 3 سبسكرايب وشكرا لك ومع السلامة